مشاهدين نهاية نشرة الثلاثة من التلفزيون المصرية والآن نترككم مع إعادة لوقاع المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الذي يقوم بزيارة للقاهرة بسم الله الرحمن الرحيم دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أرحب بسيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق لسيادته ضيوفا أعزاء على مصر في مستهل الجولة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في عدد من دول القارة الإفريقية قبل استضافة مدينة هوريشيما لقمة مجموعة السبع شهر المقبل تحت الرئاسة اليابانية وفي أول زيارة يقوم بها دولته إلى مصر مدد توليه المسؤولية في بلاده استعكز تلك الزيارة الكريمة الاهتمام المتمادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستوائي الرسمي والشعبي وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مصاري التنمية وانخرطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموزجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة السادات والسادة لقد استعرضتوا مع سيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشرية والأكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين وتناولت الفرص الاستثمارية الوعيدة التي توفرها مصر في شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لدخل مزيد من الاستثمارات في مصر كما تبادلت مع سيد رئيس الوزراء وجهت النظر حول العديد من القضاء ذات الاهتمام المشترك لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهد الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية انهائلة على الدولة النامية فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغزاء وتوقعات بتراجع معدل النمو حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية في المقدمة اليابان كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي وفي ظل رئيساتها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السابع الكبرى من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية التي نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها وذلك من خلال بحث سبل تخفيف فوضة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاطق العديد من الدول النامية تبحثت كذلك مع ضيف الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان وهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها السادات والسادة يسعدني في الختام أن أؤكد مجددا لسيد فوميو كوشيدا حرس مصر على تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين كنتيجة طبعية لتميز العلاقات بينهما وثقة في توفر ذلك الحرس وبذات الدرجة لدى دولة اليابان الصديقة وليس أدل على ذلك من تواجده بيننا وتشريفه لنا اليوم إذ أجدد الترحيب بضيف مصر العزيز والوفد المرافق لسيادته مطمئنين لهم إقامة سعيدة في أرد الكرنة شكرا مطمئنين لسيادة في أرد الكرنة دوم الحراق لسيادة في أرد الكرنة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة